بسم الله الرحمن الرحيم يا ابناء جواناتي طلب السنوة العامة اهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من مراجعة التفاضل والتكامل التالت سنوة احنا رجعنا مرة قبل كده وشفنا مسائل متنوعة كتير في التكامل وفي المشتقات العليا والسفلة وشفنا اه في المعدة المماس ومعدة العمودي ومساحة المسلس والحاجات دي كلها هنكمل النهاردة تاني مراجعة تانية شاملة كده برضو ونحاول نشوف الاجزاء اللي هي ايه يعني ما كناش عملناها مسائل اللي فاتت هنعمل مسائل ايه مختلفة عنها تاني ان شاء الله مع بعض كده ونشوف حاجة تانية مثلا بيقول لي هنا في مثال متوازي مستطيلات بعدي قاعدة وتسسعة اتناشر سنتيمتر فاذا كان حجمه يزداد بمعدل سبع عشرين سنتيمتر مكعب في السانية فان معدل تغير الارتفاع ويسوي كام سنتيمتر في السانية لو خدت بالك متوازي مستطيلات بعدي قاعدة وتسعة اتناشر يبقى هو كده مدين بعدي القاعدة سبتين والمتغير مين الارتفاع الحجم بيزداد يبقى مقابل له مين اللي هيتغير الارتفاع هو عايز بقى معدل ايه تغير الارتفاع بتاعه ده بكامل طيب تعال اشوف كده الحاجات دي نعملها ازاي طبعا متوازي مستطيلات هتعمل ازاي هل انت مطالب انك ترسمه طبعا مش مطالب انك ترسمه لكن لو رسمناه هيكون اوضح شوية كده ادي متوازي مستطيلات ابعاده هنا تسعة واتناشر والارتفاع مش معروف طيب حجم المتوازي مستطيلات الحجم حا بيسوي ايه مساحة القاعدة في الارتفاع يبقى حا بيساوي مساحة القاعدة تسعة في اتناشر في الارتفاع عين يعني بيساوي مية وتمانية عين ادي حا اصبحت الحا دالة في عين طب انا عندي هنا معدل تغير الحجم ده الحا على ده النون بيساوي سبع وشرين سنتيمتر مكعب في السانية يبقى ده كده مدام ده مرتبط بالسانية بالزمن يبقى ده معدلات زمنية طيب هات المشتقة ده الحا على ده النون طب انا بشتق الطرفين هنا هيساوي مية وتمانية في ده العين على ده النون ده بكام سبع وعشرين هيساوي مية وتمانية في ده العين على ده النون السم على مية وتمانية الطرفين يبقى ده العين على ده النون هيساوي سبع وعشرين على مية وتمانية تطلع فيها واحد على اربعة سنتيمتر في السانية يبقى الارتفاع بيتغير بمعدل كام ربع سنتيمتر في السانية طيب تعال اشوف حاجة تانية المسألة بقى اللي احنا كنا قلنا عليها مع منهاش لارسم شكل عام لمنحنة دالة دال الذي يحقق الخواص الاتية طيب دي خواص بتاعت الملحنة ان دالة واحد بتساوي دالة خمسة بتساوي صفر ودالة اتنين بتساوي سالة تلاتة وبعدين دا الشرطة سين اقل من صفر لما سين اقل من اتنين دا الشرطة سين اكبر من صفر لما سين اكبر من اتنين يعني هي الجزئية دي ده الحرطة سين أصغر من صفر يعني تناقصية كلما سين كانت أقل من 2 ده الحرطة سين أكبر من صفر قاعدة تزايدية لما سين أكبر من 2 يبقى هو جب لك التزايد والتناقص رجع اللي كمان ده الحرطتين سين أقل من صفر طبعا ده الحرطتين سين اللي هي بتدل على التحدب أقل من صفر ب reports محدب لأعلى لكل سين لا تساوي 2 يعني سواء كانت أكبر أو أصغر من 2 فأنا بعمل إيه باخد ده الشرطة سين هنا اللي بتتكلم على اشارة المشتقة الاولى بالنسبة للاتنين قبل وبعد فتقوم عامل انت كده خط اعداد تقول ده اللي هو ده الشرطة سين وعندك هنا العدد اتنين طيب لما سين اكبر من اتنين ده الشرطة سين مجابة وهنا اصغر سالبة يبقى هنا فيه تناقص وين فيه تزايد ده بالنسبة لده الشرطة ده الشرطتين ده الشرطتين سين قال لي هنا ده الشرطتين سين اقل من صف يعني محدب لاعلى لكل قيم سين التي لا تساوي اتنين يعني قبل وبعد الاتنين محدب لاعلى يبقى هنا كده الدل كلها محدبة لاعلى طيب هتلاحظ هنا فيه حاجة هنا فيه تناقص مع تحدب لاعلى هتبقى عاملة ازاي تناقص مع تحدب لاعلى هيبقى المنحنة عامل كده تزايد مع تحدب لاعلى هيبقى عامل كده المفروض فاضل بقى مين الجزئية واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست وهنا واحد اتنين سالب واحد سالب اتنين سالب تلاتة تعالي شبا تترسم ازاي دلت واحد بتساوي صفر ادي دلت واحد بتساوي صفر يعني على الخط دلت خمسة برضو بصفر اهي دلت اتنين بتساوي كام سالب تلاتة دلت اتنين بتساوي سالب تلاتة في المسألة اهي سالب تلاتة دلت اتنين سالب تلاتة تنزل تحت اهي طيب ارسم بقى المنحنة بتاعجب المواصفات دي قبل الاتنين كان عامل كده فيه التناقص مع تحدب لاعلى بس بدأ منين من عند الواحد هياخد الوصف ده هيبقى عامل كده اهو تناقص مع تحدب لاعلى بعد الاتنين اللي اتنين اهيه بعد الاتنين فيه تحدب لاعلى بس فيه تزايد هيوصل عند مين عند الخمسة اهو كده المنحنة بتاعت اترسم خلاص كده رسمت الدلة بالمواصفات اللي قال لي عليها يبقى تاني بتعمل ايه بتاخد ده الشرطة سين ترسم لها خط اعداد وتشوف اكبر واصغر من كام من اتنين فيه تزايد وفيه تناقص اهو بعد كده المشتقة التانية بتعرفك التحدب لاعلى واسفل تعمل برضو نفس الخط تحدب لاعلى واسفل توصف الكلام ده اخر حاجة بتعملها اللي هي ايه ده اللي تواحد اللي هي النقط المرسومة او المحددة على الشكل تعال اشوف حاجة تانية تاني هنا بولنا تكامل سين تربيع في هي قسسين زائد اثنين زائد تلاتة بالنسبة لسين تكامل سين تربيع هي قسسين زائد تلاتة بالنسبة لسين التكامل ده يسوي كامل هيتعمل ازاي يطرى بالتكامل بالتجزيق ولا بالتعويض ولا ايه تعال اشوف مشتقة اللي فوق اللي فوق ده ده اللي من الدرجة الاولى مشتقة بعدد مش ده طيب جميل هتقول لي بالتعويض هتعوض عن مين عن سين زائد هي هتحطها بصاد طب والسين تربيع هتترجبها بدلات صاد يبقى هي قسس صاد وصاد مش هتيجي هعملها بالتجزيق طب نعملها بالتجزيق هتاخد مين الجزء اللي عمله تفاضل ومين الجزء اللي عمله تكامل الهي طبعا ديت في التفاضل والتكامل تشغلة كويس سهلة والسين برضو في التفاضل والتكامل سهلة لكن بحاول دايما الدل اللي اخدها في التفاضل لو قدرت انها ادلتها يبقى ايه الدرجة بتاعتها بتقل يكون افضل غير ما يكون درجتها بتزيد في التكامل طيب انا اخد سين تربع دي اللي اعملها تفاضل في حاجة اسمها عمود التفاضل والتكامل وفي حاجة ممكن اعملها واحدة واحدة انا لو مشيت بالعمود ده يبقى هتعمل ازاي هتاخد جزء اللي بتعمله تفاضل اللي هو سين تربيع والجزء اللي اعمل له تكامل هي اوسسين زائد ثلاثة طيب هعمل اول حاجة تفاضل هنا تفاضل وهنا تكامل تفاضل سين تربيع اتنين سين اتنين سين تفاضلها اتنين مشتقتها صفر لحد ما تجيب لك صفر تكامل هي اوسسين زائد ثلاثة هو نفسه هي اوسسين زائد ثلاثة هي نفسها هي اوسسين زيال 3 هي نفسها هي اوسسين زيال 3 طب و بعد كده بروح عمل ازاي بضرب داف ده باشارة مجابة بعدين داف ده باشارة سالبة داف ده اشارة مجابة كده خلال صفر يبقى ناتج التكامل هيساوي سين تربيع هي اوسسين زيال 3 ناقص اتنين سين في هي اوسسين زيال 3 زائد اتنين في هي اوسسين زائد ثلاثة وفي الاخر خالص زائد سابق. كده انا عملت التكامل بالتجزيق واشتغلناه بالطريقة دي. لو في ناس عارفها كده ماشي. طب في ناس مش عارفها بالطريقة دي. مش فاهمين الطريقة دي. هعملها الطريقة تانية. طريقة تانية بيقول لي تكامل سين تربية في هي اوسسين زائد ثلاثة. بالنسبة لسين. هقول هنا بتاخد ايه? صاد بتساوي سين تربيع. ده الجزء اللي عمله تفاضل. هنا تفاضل. وده العين هتساوي هي اوسسين زائد ثلاثة. ده الجزء اللي عمله تكامل. ده السين. فاضل. هتقول لي ده الصاد هتساوي اتنين سين في ده السين. كامل. عين هتساوي هي اوسسين زائد ثلاثة. يبقى التكامل بتاعنا هيساوي صاد في عين سين تربيع هي اوسسين زائد تلاتة نقص تكامل عين بالنسبة لصاد اللي هو يبقى تلين سين في هي قس سين زائد تلاتة ده السين. تكامل ده في ده. طيب نرجع هنا تاني. الجزء ده عايز تعمله التكامل هو كمان. وده حاصل ضرب الدلتين. وده مش مشتقط اللي فوق. ثم تضطر تعملها تاني بحاجة تانية اللي هي تجزئ تاني. هتقول لي هنا تاني. صاد هتساوي اتنين سين. وده العين هتساوي هي قس سين زائد تلاتة. هنعمل تفاضل. ده الصاد هتساوي اتنين في ده السين. وعين هتساوي هي قس سين زائد تلاتة. طيب التكامل هي ساوي صاد في عين نقص تكامل عين بالنسبة لصاد. يبقى التكامل ده كله هي ساوي. هنا سين تربيع زائد هي قس سين زائد تلاتة ده الاولاني. ناقص اهي. الاشارة السالة دي اهي. افتح قوس. صاد في عين. اتنين سين في هي قصة سين زائد ثلاثة. ناقص تكامل اتنين في ده. هي قصة سين زائد ثلاثة بالنسبة لسين. هيساوي. سين تربيع زائد هي قصة سين زائد ثلاثة. سين تربيع فيه معلش أسف. فيه. هي قصة سين زائد ثلاثة. ناقص هنا هيتفتح القوص يبقى اتنين سين هي قصة سين زائد ثلاثة. سالف في سالف بموجب. اتنين وتكامل هي قصصين زيال ثلاثة هو نفسه هي قصصين زيال ثلاثة في الآخر زائد ثابت كده ادي الثلاث حدوب بتوعك سين تربيع هحط المسألة التانية الخطوات اللي عملتها التانية هي سين تربيع هي قصصين زيال ثلاثة اهي سالب اتنين سين هي قصصين زيال ثلاثة اهي زائد اتنين هي قصصين زيال ثلاثة اهي زائد السابت يبا انت عايز تعملها بالعمود ده كده ماشي عايز تعملها بالطريقة التانية اللي احنا قلناها واحدة واحدة كده اللي اتنين صحة وزي ما يعجبك اشتغل اللي انت متضرب عليه شوف حاجة تانية اذا كان تكامل دلت سين من اتنين لاربعة بيساوي سبعة وتكامل ره سين من اربعة لاتنين بالنسبة لسين بيساوي اتنين فان التكامل للمقدار اتنين في دلت سين نقص تلاتة في ره سين نقص خمسة بالنسبة لسين من اتنين لاربعة بيساوي كام طيب اولا التكامل دايما بياخد من حد السفل العلوي الصغير لكبير فانا عندي هنا من اربعة لاتنين يبقى هكتب كده اول حاجة تكامل دلت سين الاولين ده بالنسبة لسين بيساوي سبعة من اتنين لاربعة وتكامل الدلت تانية ره سين من اتنين لاربعة بالنسبة لسين هيساوي سالب اتنين لما تقلب حدود التكامل بتضرب في سالب هو عايز بقى التكاملات دي فاروح اقول له هنا كده التكامل اللي هو عايزه اتنين دلت سين ناقص تلاتة ره سين ناقص خمسة بالنسبة لسين من اتنين لاربعة هيساوي كام نشوف هيساوي هعمل عملية تجزيء للمقدر ده يبقى تكامل يبقى اتنين في تكامل ده لتسين بالنسبة لسين من اتنين لاربعة ناقص تلاتة في تكامل ره سين بالنسبة لسين من اتنين لاربعة ناقص تكامل خمسة بالنسبة لسين من اتنين لاربعة هيساوي التكامل ده قيمته سبعة يبقى اتنين في سبعة ناقص تلاتة في قيمة التكامل ده سالب اتنين ناقص خمسة تكامل هيبقى خمسة سين من اتنين لاربعة هيساوي هنا اربعة عشر زائد ستة ناقص هعوض مرة بالاربعة خمسة في اربعة بعشرين ناقص عوض مرة بالاتنين خمسة في اتنين بعشر يبقى هيساوي اربعة عشر زائد ستة عشرين ناقص عشرين ناقص عشر عشر يطلع الناتب كله كام بعشر طبعا همديني هنا في الاختيارات سالب تمنتاشر ولا سالب تمانية ولا عشرة ولا اربعتاشر فانا اختار العشرة ده كده تكامل محدد اللي هم الديني ده لها قيمة التكامل على طول بكامل طيب نهى نهايات لغريت مواحد زي اتنين سين للاساس هي على تلاتة قسسين نقص واحد لما سين تقول لصف دي هتسوي كامل هكتبها تاني نهايات لغريت واحد زي اتنين سين اساس هي على تلاتة قسسين نقص واحد لما سين تقول لصفر طبعا لما سين تقول لصفر المفروض في ناس كتير جدا ما بتعملش الخطوة دي في الغالب بنحل على طول على اعتبر اننا لو عوضنا عن سين بصفر لازم يطلع المقدار ده كله صفر على صفر لو عوضنا عن سين بصفر ده صفر يبقى لغريت مواحد اللي هو بصفر تلاتة قسس صفر بواحد نقص واحد بصفر صفر على صفر كمية غير معينة لكن انا عايز اخلي المسألة دي تاخد شكل النهايات اللي انا عارفها اللي هي القوين قوانين بتاعت الخاصة فانا هعمل ايه في نهاية اللغريت مات بتحتاج تقسم على سين زي اللي هنا دي فاقول ادي نهى المسألة بتاعتك في البسط هنا هقسم على سين يبقى هعمل كده لغريت واحد زاد اتنين سين الاساس هي على سين طبعا ده كده فوق بس هنا اتنين سين انا محتاج هنا اتنين سين خلاص يبقى هنا اتنين سين وفوق هنا اتنين سين انا هقسم تحت على سين هي كمان يبقى السين دي مع السين دي لكن الاتنين هنا برا طيب ماشي وتحت هنا تلاتة قسسين نقص واحد يبقى سنت على سين فوق وسين تحت بس اللي فوق محتاج له اتنين فحطيت اتنين واتنين يبقى الكلام ده والسين تقول لي كان صفر المفروض ان المقدار ده بيساوي شرطة كسر كده نهاية البسط اللي هي اتنين نهى لغريت مواحد زاد اتنين سين على اتنين سين اساس هي لما سين تقول صفر على نهاى تلاتة قسسين نقص واحد على سين لما سين تقول صفر كده عملتها نهايتين هيساوي فوق مدام هنا العدد زي ده تطلع والاساس هي يطلع بواحد اتنين في واحد هنا هيبقى لغريت مي ثلاثة للاساس هي طبعا هيطلع بيساوي اتنين في واحد باتنين على لغريت مي ثلاثة للاساس هي اللي هي اتنين لغريت مي هي الاساس تلاتة. بقلب العددين دول لما انطلع اللغة من المقام للبسط. ادي مسألة نهايات. شفناها. تاني. مسألة نهاية تانية. نها سين زائد خمسة على سين زائد واحد لكل قصة تلاتة سين لما سين تقول لي ما لا نهاية. تاني المسألة بيقول لي نها سين زائد خمسة على سين زائد واحد. الكل قصة تلاتة سين لما سين تقول لي ما لا نهاية. المسألة دي طبعا لها اكتر من تلات اربعة خمس طرق للحل. لكن ابسطهم ابسط حاجة في النوعية دي. ان دايما خد بالك ان المعامل سين فوقه تحت لازم يكون زي بعض. لازم المعامل ده زي ده. فانت بتعمل ايه? ابسط حل المسألة تقسم بسطا ومقاما على سين زي لي في المسألة. بنفس المعامل. لو هي اتنين سين هقسم على اتنين سين. لو تلاتة سين هقسم على تلاتة سين. فوق وتحت. فانا قلدي بتساوي نها. هقسم على سين فوق وتحت. سين على سين فيها الواحد. هنا بعد خمسة على سين. هنا واحد زائد واحد على سين. طب ايه رأيك القس اللي فوق ده? اننا نخليه للبسط. وللمقام? وهنا سين تقول لما لنهاية. طب ايه رأيك كم اللي ما تقسم النهاية للبسط والمقام? يبقى هي ساوي نها. واحد زائد. خمسة على سين قس تلاتة سين. وهنا سين تقول لما لنهاية. وهنا برضو نها. واحد زائد واحد على سين قس تلاتة سين. سين تقول لما لنهاية. هي ساوي. كده اللي عملتها مسألتين. هنا هي ساوي كم? هي قس خمسة في تلاتة. وهنا تحت هي قس واحد في تلاتة. يبقى هي ساوي في الاخر هي وهنا اطرح. خمستاشر ناقص تلاتة اتناشر. دي لو انت عارف الحل انك بتعمل النهاية كده على طول. ممكن ما تعملش الخطوة دي وتعمل دي على طول زي ما انت عايز. تعملها واحدة واحدة كده بالتفصيل يكون افضل لك. وفي الحالتين طبعا تاخد درجة كاملة. مسألة هنا بيقول لي ايه? ازا كان المستقيم او الشعع مستقيم الف بيه. مماس للمنحنة ده. عند النقطة جيم اللي او واحد اصاد. والمستقيم ده اللي هو المماس بيقطع محور السينات في الف. ويقطع محور الصادات في بيه. عايزين طول الف بيه بكام. تاني. في مماس اسمه الف بيه. للمنحنة ده. يبقى المنحنة اسمه ايه? صاد. هتساوي لغرة. سين على اتنين للأساس هي. عند النقطة جيم اللي هي واحد وصاد. واضح من المسألة ان نقطة جيم مش كاملة. الاحداث السيني فقط المعلوم والصاد لا. طب ما لو انا عارف الاحداث السيني لما انا ممكن اجيب الصاد. يبقى اقول له هنا صاد هتساوي لغرة واحد على اتنين للأساس هي. اللي هو بيساوي لغرة واحد على اتنين. اللي اتنين ممكن تطلع فوقه السالب واحد. اساس هي. هيساوي السالب ينزل قدام سالب لغرة اتنين اساس هي. اصبح عندك النقطة جيم هتساوي واحد و سالب لغرة اتنين الاساس هي. دي نقطة جيم اللي هي نقطة التماس. طيب المستقيم ده المماس بيقطع محور السين. طب هو فين اصلا المماس? ما انا مش عارفه. فانا عايز اعرف معادلته ايه هي? عشان اجيب نقطة التقاطع مع محور السين بكام? نقطة التقاطع مع محور الصاد بكام? يبقى انت محتاج المعادلة نفسها. طب عشان تجيب المعادلة بتحتاج ايه? نقطة وميل. ادي النقطة هي. فاضل مين? الميل. الميل اجيبه من هنا. ده الصاد على ده سين هيساوي. مشتقة اللغة هي واحد على الدلة. يبقى بقتين على سين. في مشتقتها اللي هو نص. هتطلع بتساوي واحد على سين. طيب الميل عند النقطة. جيم اللي السين بتاعتها بكام? واحد. هتقول له ازا الميل. هيساوي واحد على واحد بيساوي كام? واحد. يبقى معادلة المماس. صاد ناقص صاد واحد. هيساوي الميل في سين ناقص صاد واحد. هي هي. نظرة الطرفين وساطين. معادلة المماس هتبقى صاد. ناقص صاد واحد. صاد واحد في النقطة بكام? بسالب سالب سالب بات موجة. اللغة رتمية اثنين الاساسين. هيساوي الميل بكام? واحد. ما فيش مشكلة. سين ناقص. سين واحد بواحد. طيب ده معادلة المماس. انا عايز يبقى الوقتين. عايز اعرف نقطة الف. اللي هي نقطة تقاطع المماس ده. مع محور السينات بكام? ومع محور الصادات بكام? طيب مع محور سين. يبقى صاد بتساوي صفر. هقول هنا كده المسألة هي. عند صاد بتساوي صفر. ازن لغة متنين الاساس هي. هيساوي سين ناقص واحد. ودي الواحد هناك. يبقى سين هتساوي واحد زائد لغة متنين الاساس هي. اصبح عندك نقطة الف لنقطة تقاطع مع محور السينات اللي هي واحد زائد لغة متنين الاساس هي. وصفر. اه دي نقطة الف. طيب. لما نجي نحط سين بصفر. يبقى كده بجيب نقطة تقاطع مع محور صاد. ازن هات الدل بتاعتك المعادلة فيين? اهي. معادلة بتاعتي اهي. صاد زائد لغة متنين الاساس هي بساوي سين. هحط سين بصفر. ماشي. يبقى صاد زائد لغة متنين الاساس هي. تساوي سالب واحد. هوادي دي نحط تانية. يبقى صاد هتساوي. هتروح بالسالب. بقى سالب. هاخد سالب مشترك واحد زائد لغة متنين اساس هي. اصبح عندك نقطة ب هتساوي. السين بتاعتك بصفر. والصاد بسالب واحد زائد لغة متنين الاساس هي. ادي نقطة ب. انا عايز بقى طول الف ب بكام. المسألة بقولك ايه? فان طول الف ب يساوي كام. عشان اجيب طول الف ب بدون علامة قطعة كده يبقى ده طول. هيساوي الجزر التربيعي. فرق السينات تربيع زائد فرق الصادات تربيع. فرق السينات هاخد السين بتاعت الالف نقص السين بتاعت البي. واحد زائد لغة متنين نقص صفر هي هي. واحد زائد لغة متنين الاساس هي. تربيع زائد. فرق الصادات صفر نقص الكلام ده طيب ما فيها سالب بقت موجب. واحد زائد لغة متنين الاساس هي? تربيع. طيب مش المقدار ده زي ده? يبقى اتنين منه. هيساوي جزر تربيعي لتنين في واحد زائد لغة متنين الاساس هي? كل تربيع. ده تحت الجزر كمية مربعة يطلع برة بدون جزر ويتفضل لك كام? جزر اتنين يبقى هقول له. الف بي هيساوي جزر اتنين في واحد زائد لغة متنين الاساسية. ادي الف بي اللي هو عايزه طول الف بي بكام. مسألة دي موجودة في كتاب المدرسة. ودي من مسائل اللي هي المهمة. واللي ممكن يعني ايه? تيجي حاجة زي كده. بعدها بيقول لي ايه? ينصاهر مكعب من السلج محتفزا بشكله بمعدل واحد سنتيمتر مكعب في السانية. خد بالك في فرق بين ينصاهر مكعب من السلج او يتمدد. او آآ بلاش يتمدد. خلينا في كلمة ينصاهر. ينصاهر مكعب من السلج او يتصرب ماء. يتصرب الماء من مكعب. ايه الفرق الاتنين? او يصب الماء في مكعب. في اناء على شكل مكعب. لما يجي المكعب لو انا عندي آآ دورة او اي كوباية او حاجة زي كده على شكل مكعب. وبعدين بعملها مية. المية لما تنزل في الدورة ده او الكوباية دي. بتعمل ايه? اول حاجة بتنزل في القاع. تبتدي تفرش. لحد ما تاخد ايه? تاخد شكل القاع وتبقى ملمسة للاجناب كلها. المية تلمس الاجناب. بسمكر فيعة جدا. وتبتدي ترتفع لفوق. هل هو هي المية بترتفع لفوق كده? شكل المية بيختلف مثلا انت بقى ايه? شوية بقت ايه مربعة شوية بقى مستطيلة شوية بقى مدورة? بينفع? لا طبعا. بتطلع وغد شكل الاناء. فبتطلع ملامس الاجناب. يبقى مين اللي بيتغير? اللي ارتفاع فقط لكن مساحة القاعدة سابتة. تخدت بالك? يبقى لما يقول لك يصب الماء في اناء على شكل مكعب? يبقى لارتفاع فقط هو اللي بتغير. مساحة القاعدة سابتة. يبقى لما تيجي تجيب الحجم هتجيب مساحة القاعدة قيمة عددية تضربها في عين. زي المسألة اللي فاتنا احنا مناها في الحلقة اللي فاتت. مية وتمانية عين. لما كان بعدي القاعدة تسعة اتناشر. يبقى تسبت القاعدة. اللي ارتفاع بس بتغير. سواء كالماء يتصرب او يصب في مكعب. اما حتة يان صهر الابعاد التلاتة كلها بتتغير. يبقى يجيب المكعب حجمه بدلالة متغير واحد اللي هو مسلا لسين او لام. التلاتة ابعاد بيتغير طول وعرض وارتفاع. ده الفرق بين اللي هي بينصاهر المكعب او يصب فيه الماء او يتصرب منه الماء. فلو انا جيت قلت هنا طول المكعب طول حرف المكعب بنسميه لام. يبقى حجمه لام تكعيب. هات المشتقة. ده الحه على ده النون هيسوي تلاتة لام تربيع فيه ده اللام على ده النون. عشان دي معدلات زمنية. اقرأ المسألة. بقول لك يان صهر المكعب محتفظا بشكل بمعدل واحد سنتيمتر مكعب في السانية. يبقى هنا التمييز بتاعك تكعيب يبقى مكعب. يبقى ده بتاع الحجم. يبقى مكان الحجم هنا هحط واحد. وبعدين بينصهر يبقى سالب. عشان طبعا بيقل. فان معدل تغير طول حرفه. معدل تغير طول حرفه. اللي هو اللام بكام. لما يكون حجمه تمانية. ايه ده? طب ما انا عندي هيساوي تلاتة لام تربيع في ده اللام على ده النون. طب ما انا مش عارف اللام. طب ما لازم عارف هو عايز ده. جيه قال لك ايه? حجمه بيسوي لام تكعيب. حجم المكعب بكام بتمانية. سوي لام تكعيب. خد الجزر التكعيبي لام تطلع بكام? باتنين. تعال عوض هنا. يبقى بيساوي تلاتة فاربعة في ده اللام على ده النون. ده اللي هو مين? سالب واحد. تلاتة فاربعة باتناشر. يبقى ده اللام على ده النون. هيساوي سالب واحد على اتناشر. سنتيمتر في السانية. يبقى كده. الارتفاع بتاع المكعب بيتناقص او طول حرفه بيتناقص بمعدل كام? واحد على اتناشر سنتيمتر في السانية. مسال التاني بيقول لي. ازا كانت صاد بتساوي لغارة متنين سين تكعيب زي التسعة الاساس هي. فان ده الصاد على ده السين بيساوي كام? طبعا دي مسائل سهلة. وممكن تيجي في صورة ايه? اختار. تاني صاد بتساوي. نكتبها. اللغارة. اتنين سين تكعيب زي التسعة. اساس هي. فان ده الصاد على ده السين بتساوي كامل. ده الصاد على ده السين هتساوي كامل. طبعا دي مسألة بسيطة جدا. ده الصاد على ده السين هتساوي. مشتقة اللغارة بيساوي واحد على الدلة نفسها. في مشتقة الدلة اللي هي ستة سين تربيع. فطبعا ممكن ايه? هتقول لي ما اخد اي عامل مشترط مش هينفع اي حاجة خالص. فبتضرب ستة سين تربيع فوق. على المقام. نين سين تكعيب زي التسعة. كده نجد المشتقة الاولى. وخلصت المسألة بتاعتي. شوف مثال تاني. بيقول لي ازا كانت ده سين تنتمي الفترة من صفر الباي. فان الدلة ده السين بتساوي جاسين زي تجاة سين. لها قيمة عظمى مطلقة تساوي كام. خد بالك السؤال. فيه حتة مهمة. لها قيمة عظمى مطلقة تساوي كام? او لها قيمة عظمى عند سين بتساوي كام? في فرق بالاتنين. تاني ده اللي تسين بتساوي جاسين زي تجاة سين. وبعدين سين تنتمي للفترة صفر وباي. صفر وباي يعني بتقع في الربع الاول والتاني فقط. لها قيمة عظمى مطلقة. هات المشتقة الاولى. مشتقة الجاة جاة سين. مشتقة الجاة السالب جاة سين. تاني خطوة بسويها بصفر. خد بالك انها عندي فيه خطوات سابتة. لما يقول لك ايه لها قيمة عظمى مطلقة او صغرى مطلقة او عظمى محلية او صغرى محلية او في تزايد التناقص. كل حاجات دي بتعمل ايه? جيب المشتقة الاولى وسوي بصفر وطلع منها قيمة سين. على طول. تمام? لكن في القيمة عظمى المطلقة اللي القصوى بتاخد القيم النقطة اللي بتاعت سين اللي تطلع عندك ديت. وتشوف يا طرح بتنتمي الفترة اللي وقاين لك عليها ولا لأ? النقطة اللي بتنتمي بتبحس عندها لا تنتمي بس تبعدها. تعالي شوف لي هنا ده الشرطة سين بتسوي صفر. ازا جتا سين هتسوي جا سين. اقسم على جتا سين الطرفين. يطلع لك. زا سين بتسوي كام? واحد. زا سين بتسوي واحد. الزام وجبة في الربع الاول والتالت. خدت بالك اول وايه? تالت. لكن هنا سين تنتمي الفترة من صفر الباي يعني يخد في الربع الاول وتاني فقط. يبقى سين هتسوي خمسة واربعين درجة فقط في الربع الاول. مش هقول بقى بتاعة التالت. طيب انا عندي كده سين لها كام قيمة? ادي واحد اتنين تلاتة. عشان هو عايز قيم عظمة مطلقة او صغرى مطلقة. يبقى انا عندي تلات قيم لسين. ارجع عوض في الدلة الاصلية بتاعتي بالتلات قيم بتوع سين. واشوف مين فيهم اكبر قيمة تبقى هي العظمة المطلقة. اصغر قيمة صغرى مطلقة. هجيب دلة صفر. هتسوي جا صفر زيت جتة صفر. جا صفر بصفر جتة صفر بواحد. بعد كده دلة خمسة واربعين. هتسوي جا خمسة واربعين زيت جتة خمسة واربعين. هتسوي جزر اتنين على اتنين. زيت جزر اتنين على اتنين. هيطلع فيها جزر اتنين. دلة باي. هيتسوي جا باي زيت جتة باي. هيسوي جا مية وتمانين بصفر. جا مية وتمانين بسالب واحد. يطلع فيها سالب واحد. هتلاحظ هنا انت عندك جزر اللي اتنين واحد وسبعة من عشرة. يبقى اكبر قيمة هي مين? جزر اتنين. وازهر قيمة كام? سالب واحد. هو طالب مني ايه في المسألة? خد بالك من السؤال. لها قيمة عظمة مطلقة. العظمة المطلقة بتسوي كام? يا طرى واحد ولا جزر اتنين? اه طبعا طرع ده كام? بجزر اتنين? هي دي القيمة العظمة المطلقة. لكن لو قال لك لها قيمة عظمة مطلقة عند سين تسوي كام? تقول له عند سين بتسوي خمسة واربعين درجة. خدت بالك? في فرق ايه? ايه? عند سين بكام? او قيمة ايه? القيمة العظمة نفسها بكام? مسألة تانية. بس دي بقى ايه? زات قعدتين. بولي ازا كان دالة سين دالة قابلة للاشتقاق على حا. حيث دالة سين بتسوي الكلام ده. ايه وجد قيمة الف وبيه? وبعدين حدد فترات التحدب لاعلى والاسفل. ونقط الانقلاب ان وجدت. في دالة زات قعدتين. طيب ناخد الدالة كده بالراحة ونكتبها. دالة سين بتسوي. قعدة العليا اتنين سين تربيع زاد الف سين زاد ب. هنا حيث سين اكبر من او تسوي واحد. والتانية تلاتة سين. ما السين تربيع لما سين اصغر من واحد. بقولك الدالة دي قابلة للاشتقاق. فهقوله هنا. بما ان الدالة قابلة للاشتقاق. اذا الدالة. آآ النهائي اليوم بتسوي النهائي اليسرى فيها. دالة واحد موجب. بتسوي دالة واحد سالب. ودال شرطة واحد موجب. بيسوي دال شرطة واحد سالب. يعني النهاية اليمنى بتسوي النهاية اليسرى. والمشتقة اليمنى بتسوي المشتقة اليسرى. طب النهاية اليمنى تسوي النهاية اليسرى. اليمنى اللي هي اكبر من واحد. يبقى عند كل سين بتسوي واحد اليمنى بتسوي اليسرى. اذا هنا اتنين في واحد باتنين زاد الف واحد بالف زاد بي. دي النهاية اليمنى. هتساوي النهاية اليسرى. هعود بواحد. تلاتة في واحد بتلاتة ناقص واحد يبع عندك هنا آلف زائد بيه هيساوي كام تلاتة ناص واحد اتنين دي هتروح هناك يبقى بصفر ادي اول معدلة التانية ده الشرطة واحد موجب ده الشرطة واحد يعني هاشتق وعاول عن سين بواحد طب نشتق الاول اتنين في اتنين باربعة سين زائد آلف هيساوي مشتق اليسرى تلاتة ناقص اتنين سين عنده سين بتساوي واحد يبقى اربعة في واحد باربعة زائد آلف هيساوي تلاتة ناقص اتنين في واحد باتنين تلاتة ناقص اتنين واحد واللي عربعة هتروح هناك يبقى آلف هتساوي واحد ناقص اربعة آلف تطلع بكام بسالد تلاتة ازا به تطلع بكام بتلاتة يبقى كده جبت آلف وبه تعال اكتب المسألة بتاعتك بقى من تاني يبقى المسألة بتاعتي أصبحت الدلة دلة سين بتساوي اتنين سين تربيع زائد ألف سين يعني ناقص تلاتة سين زائد به اللي زائد تلاتة ده لما سين أكبر من أو تساوي واحد التانية تلاتة سين ناقص سين تربيع لما سين أصغر من واحد ده كان الجزء الأول من المسألة اوجد قيمة ألف وبيه ثم حدد فترات التحدب لأعلى وأسفل فترات التحدب بتيجي منين من المشتقة التانية فأنا أجيب المشتقة الأولى برضو قعدتين نين في اتنين باربعة سين ناقص تلاتة لما سين أكبر من أو تساوي واحد هنا تلاتة ناقص تنين سين لما سين أصغر من واحد مشتقة تانية اربعة وهنا سين أكبر من أساوي واحد هنا سالب اتنين لما سين اصغر من واحد طيب المشتقة التانية فترات التحدب العلو اسفل بالنسبة للواحد تعال اشوفي الواحد اهو عنده اقول بصفر دي ده الشرطتين اكبر من واحد اربعة مجابا اصغر من واحد سالب اتنين ما يهمنيش القيمة لكن الاشارة يهمني سالبة هنا مجابب تحدب الاسفل هنا سالب تحدب العلو اروح اقول له هنا كده اذا ادل بها تحدب لاعلى في الفترة سالب مالا نهاية لغاية الواحد مفتوح بها تحدب لاسفل في الفترة من واحد مفتوح الى مالا نهاية هو بيقول لك فترات التحدب لاعلى ولا اسفل بس كده لا طبعا امال ايه قالك كمان ونقط الانقلاب ان وجدت طب يا ترى الواحد ده الدل معرفة عنده ولا لا هتقول لي معرفة عنده ازاي يعني لها قيمة عند الواحد ولا ملهاش تعال عوض الواحدة هو القاعدة اللي فيه علامة يساوي اللي هي دي اتنين في واحد باتنين اتنين وثلاثة خمسة نقص تلاتة اتروح يبقى فيها اتنين يبقى دلت واحد معرفة يبقى الدل معرفة وبعدين تنحصر او تقع بين تحدبين مختلفين اذا يوجد عنده سين بتسوى واحد يوجد نقطة انقلاب هكتب له كده الدل معرفة عنده سين بتسوى واحد وتقع بين تحدبين مختلفين اذا عنده سين بتسوى واحد يوجد نقطة انقلاب شرط نقطة الانقلاب زي ما شفنا ان الدلت تبقى معرفة عندها وبعدين النقطة بتعمل ايه تقع بين تحدبين مختلفين يبقى كده في نقطة انقلاب مثال بعده عايز نهى لغارة مسين للأساس خمسة على سين ناقص واحد لما سين تقول لواحد تاني بيقول لهو نهى لغارة سين لأساس خمسة على سين ناقص واحد لما سين تقول لواحد طبعا زي ما قلنا قبل كده دايما بعوض عن سين بتقول لكام هنا يطلع صفر على صفر طبعا لغارة مواحد بصفر واحد ناص واحد بصفر صفر على صفر كمية غير معينة طيب ماشي بعد كده هتعمل ايه انت عندك المسألة بتقول لي ايه المفروض القانون بتاعنا النظرية بتاعتي بتقول لي نهى لغارة واحد زائد سين للأساس ه او الأساس ألف على سين لما سين تقول لصفر ده بيساوي لغارة مه أساس ألف عشان هنا فيه ألف طيب المسألة بتاعتي كده القانون قصدي بس المسألة مش وقدة نفس الشكل يعني أولا مش وقدة سين تقول لصفر ومش وقدة ان هنا فيه عدد واحد سين لأ ده فيه سين ناص واحد وفوق ما فيش واحد زائد سين احنا قلنا مسألة يا روما مشيتش لغارة مات ولمشيها قصص لكن الأول بعمل ايه طب لو انا شلت سين ناص واحد دي وحطت مكانها صعب تقول لي بس يبقى كده كل السينات اللي في المسألة تتشال طيب انا شلت دي طب ما تجيب من هنا يبقى هنا كده سين هتساوي دي تروح الناحة التانية يبقى واحد زائد صاد طيب هنا طبعا دي سين عشان اللي فوق طب وهنا سين تقول لواحد اذا صاد هتقول لكان واحد دي ناص واحد بكان صفر يبقى كده جبت دي اكتباء النهاية دي تاني يبقى قلو دي بتساوي نها اللغة رب مكان السين هحط واحد زائد صاد اهو للأساس خمسة وما كان سين ناص واحد هخط صاد وبدل سين تقول لواحد بقى اتصاد تقول لصفر يطرخ خدت شكل القانون اهو يبقى على طولها هتساوي كام هتساوي لغة رب هي اساس خمسة طيب الناتج كان عايز ايه هو الاختيارات ادي الاختراف بتاعتي النهاية بتساوي واحد لغة رتم هي الاساس خمسة ولا واحد ولا هي ولا غة رتم هي الاساس خمسة طبعا لغة رتم هي الاساس خمسة ادي مسألة نهايات لغة رتمات نيجي نشوف بقى مسألة تانية مسألة ديات برضو تطبيقات قيمة وزمة صغرى مسألة مختلفة عن اللي فاتت بقول لي في الشكل مرسوم ربع دائرة طول نصف قطرها تمانية سنتي نصف قطرها كام؟ تمانية سنتي اوجد اكبر مساحة لشبه المنحرف الف به جين ميم يبقى ده شبه منحرف انا عايز اكبر مساحة له بكام طيب تعالى بقى كده اشوف بالراحة برضو ادي ربع دائرة المحاور وبعدين في مرسوم جوه هنا شبه منحرف ادي شبه منحرف ودي تسعين وهنا كده عندك نصف القطر نقب تسوي كام؟ تمانية طيب شبه المنحرف ده مساحة هتساوي ايه؟ قالك المساحة بتساوي نصف مجموعة القعدتين متوازيتين ده زائد ده في الارتفاع لجزء ده طيب دي تمانية عشان هو بدأ من هنا وجيه كده النقطة اللي هنا دي سين وصاد اللي ده هي طيب سين يبقى كده وصاد هتقول لي طيب مهربع دائرة نصف القطر التمانية طيب معادلة الدائرة نفسها ايه؟ معادلة الدائرة هي سين تربية زائد صد تربية بيساوي نق تربية اللي 64 انت عندك الارتفاع ده اللي هو صاد يبقى انا عايز الارتفاع على اعتبار الجزء ده هسميه سين ما هي سين؟ صاد سين وصاد انا عايز اجيب واحد دلاتة تاني من المعادلة نفسها طيب ودي دي نحات تانية يبقى سين تربية او ودي السين يبقى صاد تربية بتساوي 64 نصف سين تربية خد الجزر صاد تساوي جزر 64 نقص سين تربية كده جبت صاد بدلالة السين مساحة شبن محرف مين نص مجموع القعدتين 8 زائد سين في الارتفاع صاد يبقى هي ساوي دخل النص جوه بقت 4 زائد نص سين في صاد اللي كان جزر 64 نقص سين تربية كده انا جبت المساحة مين كدال في متغير واحد بعد كده هعمل ايه هاشتق يبقى تاني المسألة بتاعتك من جديد تاني دايرة نصف قطرها نقص تربيع نقص تساوي تمانية معادلتها سين تربية زائد صاد تربية بساوي 64 هتقول لي ليه عملت كده هقول لك اعتبرت نقطة الاصل دي هي المركز بتاعها جيبها سين تربية زائد صاد تربية 64 دي معادلة بتاعت الدايرة انا عايز اجيب واحد بدلت التاني دا دايما على اعتبر النقطة دي اسمها سين وصاد طب ليه فرضت الكلام ده عشان الضلع ده القاعدة العليا طولها كان سين والارتفاع صاد فاجيب واحد دلت التاني جبت واحد دلت التاني ليا صادة هي رجعت جبت المساحة بمتغير واحد واشتقها بعد كده دا الميم على دا السين مشتقة الاولى نصف التانية زائد الاولى تنزل في مشتقة التانية اللي هي واحد مشتقة ما تحت الجزر اتنين سين سالب اتنين سين على اتنين في الجزر طيب هساوي بعد كده دا الميم دا السين بصفر يبقى المقدار دا كله هيساوي صفر فانا ممكن اكتب الكلام دا تاني هيساوي نص جزر اربعة وستين نقصين تربيع موجب في سالب بسالب كلام دا يتضرب في اللي فوق بس سين اتنين تروح مع الاتنين بقت كده هو اربعة في سين باربعة سين زائد نص سين في سين بنص سين تربيع على جزر تربيعي اربعة وستين نقصين تربيع اصبح عندك دا الميم على دا السين بيساوي قيمة مجابة وقيمة سالبة لما اقول دا بصفر يبقى دا هيساوي دا عشان فيه سالب هتودي الناحة تانية بالموجب جيب عندك تاني هقول دا الميم على دا السين ساوي صفر اذا نص جزر تربيعي اربعة وستين نقص سين تربيع هيساوي اربعة سين نقص زائد نص سين تربيع على جزر اربعة وستين نقص سين تربيع هضرب طرفين وسطين دا هيجي مع دا هيروح الجزر نص في اربعة وستين نقص سين تربيع هيساوي اربعة سين نقص زائد نص سين تربيع اضرب كله في اتنين ده يروح بقت 64 جمع السين تربية مع بعضها هتلاقي ديه نتيجة بقت 2 سين تربية زائد 8 سين ناقص 64 يسوي 0 اقسم على 2 سين تربية زائد 4 سين ناقص 32 حلل 25 32 4 في 8 الكبير بإشارة الأوسط والتاني بالعكس فرقهم اربعة يبقى سين هتسوي سالد تمانية وسين هتسوي كام اربعة طبعا في المسألة بيقول لي ايه اوجد اكبر مساحة لشبه المنحرف فانت عايز قيمة المجابة وهتعمل خط الاعداد بقى عشان تزاده التنافس العظمى الصغرى طيب طبعا هتقول لي ايه سين عدد سالد وانا فارض ان السين هي جاية في الرابع الاول هو اللي قالي الكلام ده وميديها رسمتها كده في الرابع الاول يبقى سين لازم تطلع قيمة ايه مجابة وبالتالي السالب يكون ايه مرفوض يبقى سين بتسوي كام اربعة يبقى دي مرفوضة دي اللي مقبولة عند سين بتسوي كام اربعة هو عايز ايه اكبر مساحة اهو يوجد اكبر مساحة يبقى اقول له هنا كده ازا المساحة اكبر ما يمكن عند السين بتسوي كام اربعة طب لما سين بتسوي اربعة المساحة يبقى نفسها بكام فين قانون المساحة اهو قانون مساحة اهو اللي هو بدل السين وصاد احط دي يبقى دي المساحة بتاعتك ايه عوض عن سين باربعة يبقى اربعة نص الاربعة اتنين اربعة واتنين ستة جزر اربعة تربعة ستاشر اربعة وستين نقص ستاشر تمانية واربعين 48 دي تعتبر 3 في 16 24 جزر 3 دي المساحة بتاعتك 24 جزر 3 اللي هي بتاعت اكبر مساحة كده شفنا مسألة برضو قيم عظمة وصورة اللي هي طبيقات ومسألة برضو مرسومة وكويسة نرجع تاني لمسائل تكاملات تكامل 30 في القوس اللي هي سين تربية زي 3 لكل أس 4 نكتبها تكامل 3 سين في سين تربيع زي 3 لكل أس 4 بالنسبة لسين هيساوي كامل طبعا هنا اللي برة أقل درجة من اللي جو هتقول لي ممكن أعمل تعويض صح وممكن ما عملش تعويض وعملت طريقة ايه التوفيق لا ده لو مشتقتها آه طيب سين تربية مشتقتها كامل اتنين سين لكن دي موجودة كامل 3 سين عادي يبقى يساوي تكامل أو التكامل بتاعنا بيساوي التلاتة ده أنا مش عايزها تطلع بره تكامل طب بالسين أنا عايزها اتنين سين اهو حط 3 اتنين ضرب في اتنين وقسم بره على اتنين يبقى دي راحت معدي والتلاتة ترجع مكانها في سين تربية زي التلاتة كل قس كان اربعة بالنسبة لسين كده اصبح ايه اللي بره مشتقت اللي جوه دي ده الشرطة ودي ده اللي تسين يبقى زود القس واحد واقسة مع القس الجديد وخلاص هيساوي بس التلاتة على اتنين من اجدعوا بيه في زود القس واحد يبقى سين تربية زي تلاتة كل قس كان خمسة واقسة مع القس الجديد زي تسابت هيساوي تلاتة واتنين في خمسة تحت بعشرة في سين تربية زي تلاتة لكل قس خمسة زي تسابت ده كده التكامل بتاع تاني تكامل سين مقياس سين زي سين تربيع من سالب واحد لتلاتة احنا شفنا مسألة تحت مقياس وهنعمل دي برضو تاني عشان برضو نأكد على التكامل في المقياس بكامل بيقول لي تكامل سين مقياس سين زي سين تربيع بالنسبة لسين عايز من سالب واحد لاتنين اللي همين المقياس ده بتاسم لو انت قلت مقياس سين بتساوي مرة سين لما سين اكبر من او تساوصف مرة سالب سين لما سين اصغر من صف يعني بتنقسم عند مين عند الصف على مين الصفر واش مال الصف طيب ماشي خط الاعداده ادي الصفره اكبر منه السين كانت مجابة بس هنا مضروبة في سين يبقى سين في سين بسين تربيع زي سين تربيع اتنين سين تربيع طب اصغر من صفر كانت سالبة يبقى دي سالب سين سين تربيع سين في سالب سين بسالب سين تربيع ومجاب سين تربيع بقى صفر تمام كده طيب انا عايز التكامل من اللي فين من سالب واحد لاتنين سالب واحد ما كانها فين هنا قبل الصفر والاتنين هنا بعد الصفر انا عايز التكامل من سالب واحد لاتنين طب هنا الدلة صفر يبقى مفيش حاجة يبقى التكامل بتاعك يبتدي منين من صفر لغاية كام لاتنين وده اللي واحدة اللي شغالة اللي هي مين اتنين سين تربيع يبقى التكامل هنا هيساوي تكامل اتنين سين تربيع بالنسبة لسين من صفر الكام لاتنين هيساوي طبعا اتنين سين تربيع تكامل يبقى كام زود القص واحد بقت اتنين على تلاتة سين تكعيب من صفر الاتنين هيبقى بيساوي عوض الحد العلوي اتنين تكايف بتمانية في اتنين بستاشر على تلاتة حد السفل يصفل يبقى خلاص على كده يبدأ التكامل بتاعنا ستاشر على تلاتة برضو خد بالك دالة التكامل المقياس تكامل بسيط وسهل جدا بس خد بالك من التأسيمة بتاعته برضو هنا حاجة كمان هي تكامل محدد بقولك اذا كان الدال دالة متصل على حا وكان تكامل اتنين دالة سين من تلاتة الخمسة بيساوي تمانية تعال كده واحدة واحدة بقولك تكامل اتنين دالة سين بالنسبة لسين من تلاتة الخمسة بيساوي تمانية طب مانا دي ممكن استنتج منها حاجة ايه ان انا هقسم على الاتنين يبقى تكامل دالة سين بس بالنسبة لسين من تلاتة الخمسة هقسم على الاتنين بقيت اربعة يبقى انا قسمت على الاتنين هنا وهنا طب الجزء التاني قال لي هنا تكامل 3 دلتسين بالنسبة لسين من 3 الاربع بيساوي 9 نفس القصة ممكن أن أسمها على 3 يبقى تكامل دلتسين بالنسبة لسين من 3 الاربع بيساوي 3 بعد ما أسمنا فإن تكامل 5 دلتسين من 4 ال5 آه هو عايز بقى القيمة دي تكامل خمسة دلت سين من أربعة لخمسة بالنسبة لسين هيسوي كامل طيب أنا كده ترجمت المسألة تعالي شوف كده إيه نعملها إزاي على خط الأعداد ببساطة قوي التكامل هنا من ثلاثة لخمسة تعالي اعمل خط كده قادي ثلاثة لغاية خمسة وإحنا عارفين أن التكامل بيعبر عن مساحة مساحة الدلة أي أن كان شكلها من ثلاثة لخمسة مساحة الشكل ده كله أربع وحدات أهي ورجع قال لك نفس الدلة دلت سين تكامل بتاعها من ثلاثة لأربعة يعني مساحة نفس الدلة مساحة نفس الشكل من ثلاثة لأربعة من ثلاثة لغاية أربعة هنا هو بكان بتلاتة المساحة دي بتلاتة الله يبقى مساحة الجزء الباقي ده بكام هتقولي ده بكلها كانت أربعة ومن الغاية هنا بتلاتة يبقى دي بكام واحد يبقى هنا كده أقول له إذن تكامل خمسة دلت سين بالنسبة لسين من أربعة لخمسة هيساوي الخمسة تطلع برة في تكامل دلت سين بالنسبة لسين من ثلاثة لأربعة من أربعة لخمسة اللي هي بتساوي خمسة في واحد تطلع كلها بكام بخمسة بخمسة يبقى التكامل بتاعنا القيمة اللي هو عايزها بتساوي خمسة شوف نوع تاني من المسائل هنا بقول لي إيه إذا كان دلت سين هناخد المسألة دي ونشوفها دلت اتنين سين ناقص خمسة بتساوي تلاتة سين تربيع ناقص أربعة سين زائد سبعة فإن دل شرطة سالب واحد تساوي كامل طبعا إحنا متعودين دايما إن الدالة هنا يبقى دلت سين مش دلت اتنين سين فأنا عايز أشتق فأقول إيه بالبلدي كده أو ببساطة أو بالأسلوب الرياضي بنقول هشتق الطرفين بالنسبة لسين طيب ماشي أجه أشتق دي يبقى دي اسمها دل شرطة اتنين سين ناقص خمسة في مشتقة الدل اللي جوه اتنين يبقى أنا كده أشتقت الدل ومشتقتها مشتقت ما بداخل القوص هيساوي هنا اشتق ستة سين ناقص أربعة طيب بعد كده هو عايز دل شرطة سالب واحد يعني هو بيعتبر المقدار ده كله سالب واحد طيب أنا عايز قيمة سين بس عشان عاوض بها هنا طيب ودي دي النحية التانية هتروح بالموجة بقت اتنين سين بتساوي أربعة ايه السين بقت سين بتساوي كام اتنين تعال ارجع عاوض ده الشرطة سالب واحد في اتنين ستة فيه سين لأيه باتنين ناقص أربعة يبقى ده شرطة سالب واحد في اتنين دين في ستة باتناشر ناقص أربعة تمانية اقسم على الاتنين ده الشرطة سالب واحد هتساوي أربعة وكده جبت المشتقة بتاعت طبعا ايه لها حل تاني انك تاخد اتنين سين ناقص خمسة ديها تعتبرها ايه? صاد. ومنها تجيب قيمة السين وبعد ان ترجع تعوضها هنا وتعوض وتشتقه وكلام ده كله. طويلة شوية. انا عايز الحل اللي هو ايه? البسيط. يبقى لو جهتك حاجة زي كده? هتقول ده الشرطة الدالة بتاعتك في مشتقة اللي جوه. وتشتقه وتعوض عادي. بس تاخد بالك بقى. المقدار ده هو. بيعتبره بكام? او بيعوض عنه بكام? بسالب واحد. تم حطه بسالب واحد وتطلع منه قيمة سين. عشان تعوض في الباقي. كده احنا عملنا مجموعة مسائل تانية. وشفنا مسائل كويسة كتير جدا. ورجعنا مسائل كتير من كتاب المدرسة. وآآ يعني نتمنى يا رب نكون احنا غطينا منهج كله كله افكاره. وآآ طبعا ما حد الشي قدر يقولك انا بتوقع دي تيجي وتوقع دي ما تجيش. لا احنا بنبزل مجهود. نتوكل على الله. بنعمل علينا. والباقي كله على الله. وحاول تمسك نفسك كده. وتاخد بالك وتاخد بالك من المستاتيكة والدنيميكة النومة جمب بوسط وسهلين. ما تجريش قوي على المسائل المكالكعة. ما تجريش على المسائل الصعبة. وتقول لنا عايزة حلة دي. ودي مش فاهمها ودي مش عارف مين مش عارفة حلها. لا. خليك في السهل البسيط. مسائل كتاب المدرسة البسيطة. السالسة المباشرة. ركز عليها. وبازن الله هتجيب اعلى الدرجات. وفرعاية الله. نترككم في العاية الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.